السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة مع بعض هننفذ غرزة جديدة من غرز دايكو. الغرزة دي اسمها غرزة الرايا. لو حبينا نوصف الغرزة عندي الخطوط اللي فيها تعريجة زي من شايفين آآ هي دي عبارة عن آآ غرزة بتبقى مقلوبة في الامام وكمان مقلوبة في الخلف. آآ بالنسبة للخط المايل ناحية اليمين ده بيقى بعبارة عن دفيرة يمين من غرزتين وحننفذناها قبل كده. وهنشوف الشرح في باية الفيديو. بالنسبة للخط المايل ناحية الشمال دي دفيرة شمال برضو من غرزتين. احنا نفذنا الطريقة دي قبل كده في فيديو اللي هو المربعات المتدخلة. هنشوف مع بعض الطريقة. واللي احنا شايفينه قدامنا هو دوت الواجه الامامي. انا هنا مكررة لنمزهت مرتين. بالنسبة للغرزة من الخلف. بيكون بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. الغرزة عندي من الخلف السطور كلها بتكون بالغرزة المقلوبة. آآ لو حبينا نتكلم عن العينة. عندي العينة بتتكون من مضاعفات العدد عشرة. يبقى انا لو انا هزود العينة. يبقى هضاعي في العدد عشرة. يبقى عشرة عشرين تلاتين وهكزا. عندي غرزتين حفة. غرزة في الاول وغرزة في الاخر. بالنسبة للعدد السطور اتناشر سطر. بيتكرروا من السطر الاول حتى السطر الاثناشر. نبدأ في شرح الغرزة. بسم الله. هنبدأ نشتغل السطر الاول والسطر الاول عندي من السطور الاماميه. وهنشوف التقسيمة هتكون ازاي? احنا قلنا ان اول غرزة واخر غرزة دي غرز الحفة. بعد كده بنبدأ في العشر غرز اللي هي بنموزك العينة. هنشتغل آآ اول اتنين من العشر غرز هيبقى اتنين عيدال. بعد كده هشتغل تلات غرز مقلوب. آآ هعمل على الغرزتين دولهم ده فيه رايمين. هاجي عند الغرزتين دولهم ودخل فيهم الابرة مرة واحدة. واخد غرزة عيدال. يبقى ادخل الابرة في الغرزتين مع بعض. واخد واحد عيدال. وبعد كده ادخل ابرة مرة تانية في الغرزة الاولانية واخد غرزة عيدال. هي دي ضفيرة اليمين من غرزتين احنا نفذناها قبل كده في فيديو المربعات المتدخلة. يبقى هو ده الشكل الضفيرة اليمين. بعد كده هشتغل تلات غرز عيدال. يبقى انا عندي كده خلص النموذج العينة اللي ها بيتكون عندي من عشر غرز. بنكرر العشر غرز حتى اخر السطر الاول. وبننهي بغرزة حفل. بنقول تاني السطر الاول احنا آآ بدأنا باتنين عيدل وبعد كده تلاتة مقلوب بفيرة يمين من غرزتين تلاتة عيدل. وبنكرر حتى اخر السطر. السطر التاني من السطور الخلفية واحنا قلنا ان السطور الخلفية هتكون كلها بالغرزة المقلوبة. يبقى انا هشتغل دلوقتي السطر التاني. هنبدأ بغرزة حفة بناخد عيدل من اللفة الخلفية وبعد كده بنشتغل كل الغرز بالغرزة المقلوبة. وطبعا نفكركم تاني ان النموذج العينة بيتكون من مضعفات العدد عشرة. هنشتغل نموذج العينة كله في السطر التاني وكل السطور الخلفية هتكون عندي بالغرزة المقلوبة. وبننهي طبعا بغرزة حفة ما بنشتغلهاش بنجيب الخيط قدام الشغل وبعد كده بنسلة الغرزة على الابريليمي. ده شغل السطر التاني اشتغلناها مع بعض بالغرزة المقلوبة. هيكون كل السطور الخلفية بالغرزة المقلوبة. هنشتغل مع بعض للوقتي السطر التالت والسطر التالت من السطور الامامية. هنشوف مع بعض التقسيمة. هنبدأ بغرزة حفة. وبعد كده هنشتغل من اول هنا غرز العينة هنشتغل غرزة عيدل. هنشتغل تلت غرز مقلوب. الغرزتين دولا هنعمل عليهم ضفيرة يمين من غرزتين بنفس الطريقة. يبقى هندخل الابرة في الغرزتين مع بعض وناخد غرزة عيدل وبعد كده ندخل الابرة مرة تانية في الغرزة الاولانية وناخد غرزة عيدل ونسلت الغرزتين او نوقعهم من على الابرة. يبقى احنا كده عملنا ضفيرة يمين من غرزتين. هاجي بعد كده اشتغل اربع غرز عيدل. بالنسبة للضفيرة اليمين اللي احنا بنشتغلها دي بتبقى الشكل النهائي ليه آآ بتبقى عبارة عن سلسلة. وزي ما نشايفين ده بيبقى الشكل النهائي للضفيرة. يبقى نقول تاني الساطر التالت بنشتغل واحد عيدل تلاتة مقلوب نفيرة يمين من غرزتين اربع عيدل بنكرر حتى اخر الساطر التالت وبننهي طبعا بغرزة حفة. ده كان شغل الساطر التالت. الساطر الرابع من السطور الخلفية هنشتغلوا بالغرزة المقلوب. يبقى احنا هنشتغل دلوقتي الساطر الرابع هنشتغل كل غرز العينة بالغرزة المقلوب. احنا اشتغلنا الساطر التاني كان بالغرزة المقلوب ودلوقتي بنشتغل الساطر الرابع ونشتغله برضو بالغرزة المقلوب. وده كان شغل الساطر الرابع. هنشتغل الساطر الخامس والساطر الخامس من السطور الامامية. هنشوف تقسيمة الساطر الخامس. هنبدأ بغرزة حفة. وبعد كده هنشتغل العشر غرز نموذج العينة. هنبدأ بتلاتة مقلوب. هنشتغل اول تلات غرز مقلوب. هنشتغل على الغرزتين دولة. اعمل ضفيرة يمين من غرزتين. هدخل الابرة في الغرزتين مع بعض. واخدهم واحد عدل. وارجع دخل الابرة في اول غرزة. واخدها واحد عدل. واوقع بعد كده الغرزتين من على الابرة. نبقى ده الضفيرة اليمين. هنشتغل خمس غرز عدل. بعد ما خلص الخمس غرز العدل هيكون عندي نموذج العينة كده خلص اللي هو بيتكون عندي من عشر غرز. نحن اخدنا بالنا اني الضفيرة اليمين بتميل اللي هو بيبقى على شكل آآ سلسلة. بتميل ناحية اليمين. يبقى نقول تاني. السطر الخامس. تلاتة مقلوب. ضفيرة يمين من غرزتين. خمسة عدل. بنقرر العشر غرصة حتى اخر السطر وبننهيه بغرزة حفر. وصلنا مع بعض السطر السادس والسطر السادس من السطور الخلفية. اللي بنفز طلاقكم وبشتغل مع السطور الخلفية مع بعض. هنشتغلها طبعاً. احنا قلنا في بداية الفيديو ان احنا بنشتغلها بالغرزة المقلوب. يبقى احنا الوقت بنشتغل السطر السادس بالغرزة المقلوب. يبقى ده شغل السطر السادس. هنكمل حتى آخر السطر بالغرزة المقلوب وبننهي بغرزة حفا السطر السابع هنبدأ نعكس احنا دلوقتي كنا عملنا ضفيرة يمين من السطر السابع هنعمل اللي هي ضفيرة الشمال اللي هيكون الخط ماين ناحية الشمال هنشوف التقسيمة بتاعة السطر السابع هتكون ازاي هنبدأ طبعا بغرزة حفا ناخدها عدل من اللفة الخلفية بعد كده هنشتغل تلات ورز عدل هاجي اعمل على الغرزتين دولم دفيرة شمال هحط الابرة في الغرزة التانية من اللفة الخلفية زي ما نشايفين كده واخد غرزة عدل من اللفة الخلفية واجي اطلع الغرزة وبعد كده ادخل تاني الابرة في الغرزتين مع بعض واخدهم مع بعض غرزة عدل من اللفة الخلفية واطلع الغرزتين زي ما نشايفين يبقى كده الغرزة دي هتميل ناحية الشمال يبقى احنا كده عملنا ضفيرة شمال من غرزتين هشتغل بعد كده تلات غرز مقلوب هيتبقى عندي اخر غرزتين في العشرة هشتغلهم عدل يبقى احنا كده قلنا تقسيمة العشر غرز اللي هي نموذج العينة نموذج العينة عندي بيتكون من عشر غرز استطر السابع استطر السابع اشتغلناه مع بعض تلاتة عدل بعد كده عملنا طفيرة شمال من غرزتين تلاتة مقلوب اتنين عدل ده نموذج العينة في استطر السابع بالنسبة لآخر استطر طبعا بننهي بغرزة حفة ده نموذج العينة بيتكرر عندي حتى آخر استطر السابع يبقى احنا شفنا مع بعض شغل استطر السابع بدأناه بغرزة حفة وهننهيه بغرزة حفة استطر التامن من السطور الخلفية وطبعا هيكون شغله بالغرزة المقلوب يبقى احنا دلوقتي بنشتغل السطر التامن بالغرزة المقلوب احب بس آآ ألفة آآ مزاركو الحاجة ان انا ما بكملش السطر الاخر لاني انا بكون مقرارة نموذج العينة مرتين او تلات مرات فانا بشتغل معاكو بس نموذج العينة اللي هو بيكون من عدد الغرز اللي انا بقول عليها في الاول يبقى احنا دلوقتي بنشتغل مع بعض الغرز السطر التامن بالغرزة المقلوب وصلنا مع بعض للسطر التاسع هنبدأ بغرزة حفة وبعد كده هنبدأ في العشر غرز نموذج العينة هنشتغل اربع غرز عدل هعمل بعد كده على الغرزتين دولم دفيرة بشمال هدخل الابرة في اللفة الخلفية للغرزة التانية واخد غرزة عدل بعد كده هدخل الابرة مرة تانية في الغرزتين مع بعض واخدهم واحد عدل من اللفة الخلفية واخرج بعد كده الغرزتين من علاج يبقى زي من شايفين الغرزة بتميل ناحية الشمال هاجي بعد كده اشتغل الثلاث غرز مقلوب هيتبقى عندي غرزة من العشر غرز هاشتغلها عدل يبقى احنا كده قلنا تقسيمة عشر غرز في السطر التاسع نقولها تاني اربع غرز عدل ضفيرة شمال من غرزتين ثلاث غرز مقلوب وياحد عدل اكرر تاني ان انا ما بقفلش معاكم السطر الغاية الاخر لان انا اكون بكون بشتغل النموذج العينة بضاعف العدد مرة او مرتين فانا عشان اوفر من الوقت بتاعكم فانا بشتغل بس نموذج العينة قدامكم على مرة واحدة بس وان شاء الله يكون الشرح واضح هنشتغل مع بعض السطر العاشر السطر العاشر من السطور الخلفية والسطور الخلفية طبعا زي ما احنا قلنا في بداية الفيديو هتكون بالغرزة المقلوب يبقى احنا هنشتغل السطر العاشر هنشتغله بالغرزة المقلوب يبقى ده شغل السطر العاشر بنقرر حتى اخر السطر. وصلنا مع بعض الاخر سطر عندي في السطور الامامية اللي هو السطر الحداشر. هنشوف تقسيمة السطر الحداشر. هنبدأ بغرزة حفة. بناخدها عدل من اللفة الخلفية. بعد كده هنشتغل اول خمس غرز في نموذج العينة. هنشتغلهم عدل. يبقى هنشتغل خمس غرز عدل. هاجي بعد كده اعمل على الغرزتين دولم دفيرة شمال. هدخل الابرة في اللفة الخلفية للغرزة التانية. واخد غرزة عدل. وبعد كده هاجي ادخل الابرة تاني في الغرزتين مع بعض واخدهم واحد عدل من اللفة الخلفية. واخرج الغرزتين زي ما نشايفين. بعد كده هاجي اشتغل تلات غرز مقر. يبقى انا كده خلص عندي نموذج العينة اللي بيكون عندي من عشر غرز. اتكرروا العشر غرز حتى اخر السطر الحداشر. يبقى ده الشكل النهائي. زي ما نشايفين الضفيرة اليمين. كانت من السطر الاول حتى السطر السادس. ميلة ناحية اليمين. بعد كده بدأنا في السطر السابع. وجينا عملنا الضفيرة الشمال. من السطر السابع حتى السطر الحداشر. نقول مع بعض تاني تقسيمة السطر الحداشر. بدأنا بخمس غرز عادل. عملنا طفيره الشمال من غرزتين. اشتغلنا تلات غرز مقلوب. بنقرر العشر غرز زي ما احنا عايزين. بنقررهم حتى اخر السطر. بعد كده بننهي السطر بغرزة حفة. ده شغل السطر الحداشر. هنشتغل السطر الاثناشر ده اخر سطر عندي في سطور الزوجية واخر سطر في نموذج العين. اما حب اقرر اقرر من السطر الاول حتى السطر الاثناشر. طبعا بنشتغل السطر الاثناشر بالغرزة المقلوب. يبقى كل السطور الخلفية او السطور الزوجية اشتغلناها مع بعض بالغرزة المقلوب. يبقى ده شغل السطر الاثناشر. بنقرر الشغل حتى اخر السطر. يبقى ده شغل السطر الاثناشر. وبكده نكون انتهينا من شغل العينة. اشتغلنا مع بعض اتناشر سطر. اشتغلنا السطور الخلفية كان بالغرزة المقلوب. السطور الامامية كانت ليها تقسيمة شغلنا مع بعض تقسيماتها في الفيديو. كان مضاعفات العدد عشرة. بنضاعف العدد زي ما احنا عايزين وبنقرر السطور من السطر الاول حتى السطر الاثناشر. وده الشكل النهائي للغرزة. وزي ما نشايفين الخطوط ديت قلنا ان هي بتبقى غرزة مقلوب في الامام وغرزة مقلوب في الخلف. وبيكون ده شكلها بعد ما اخلص الشغل. بالنسبة للضفيرة اليمين فبيكون عبارة عن سلسلة ميلة ناحية اليمين. وشفنا مع بعض الطريقة في الفيديو. بالنسبة للضفيرة الشمال بتبقى عبارة عن سلسلة ميلة ناحية الشمال. وشفنا برضو طريقتها في الفيديو. اه ان شاء الله يكون الشرح واضح. وتنفزوا الغرزة. وتنال اعجابكم. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.